نروح للثلاثية الممتعة لأن التاريخ لا يحرف فرحة كبيرة في ليلة جميلة تزينت بلون المارد الأحمر وجماهير الوفية المساندة له في الإخفاق قبل الانتصار زي ما حضراتكم شايفين خلال الفترة السابقة كان هناك بعض الزعل من جمهور النادي الأهلي على بعض اللاعبين ولكن جمهور النادي الأهلي انتقد لاعبي بالمناسبة بمنتهى الاحترام وبمنتهى الود وبمنتهى الحب اللاعبة دي رجعت وكسبت النادي الأهلي اللي هو المفروض تعمله دايما لكن عمرنا ما بنخش في اخناقات مع بعض يعني الحمد لله والشكر لله حتى من خلال البيت الكبير كانوا الناس تقول لي يعني مبارح تحديدا جمهور كتير جدا يقال لي احنا ضغطنا عليك كتير الفترة اللي فاتت لكن تقولوا ما جماعة هو في الآخر انا بطلع اتكلم مع حضراتكم من خلال شاشة انا كل اللي بعمله ان انا لازم اخلي اللاعبة دي بهيأ لها الجو علشان تلعب وتكسب وفي النهاية انا عايز ايه جمهور النادي الأهلي يفرح وتبسط جمهور النادي الأهلي يبقى مبسوط وسعيد زي مباراة مبارح وان شاء الله زي مباراة يوم الثلاث بالمناسبة انا بحتفل النهاردة وبتكلم او مبسوط وسعيد وبتكلم لكن صدقوني من بكرة هتلاقوني ارجع اكشر تاني ليه؟ لان احنا عندنا مطش يوم الثلاث ومطش مهم جدا 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 هو مش هستنى البكرة انا من النهاردة هعمل كدا لان مطش الثلاث بالنسبة لي هو مطش اهم من مطش مبارح اهم من مطش مبارح نهاردة الصبح كنت في احد الاماكن في احد الاماكن يعني هي شركة 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 كبيرة جدا في مصر يعني فكنت بخلص اجراءات علشان ادخل ما يا بيتي يعني حاجة كتن فكل الناس عملة تقول لي الف الف مبروك الف الف مبروك الف الف مبروك اسلام والتعم ماشي الله يبارك فيكم ربنا يخليكم متشكر جدا على الفوز فهنا قاعد في مكان في حوالي اربعين شخص او اربعين موظف خمسة او اربعين موظف فبيني وبين حضراتكم انا اعلم تماما جماهرية الناد الاهلي عاملة ازاي فسألت والله وقفت في نص القاعد كده وسألتوا طول ما جماعة بعد اذنكو ممكن تقولولي في كم واحد اهلاوي هنا على ما اتذكر انا عدتهم الحقيقة الغاية لما انا عدت 38 واحد رفعين ايديهم بقولوا ان احنا اهلاوي تقريبا من اتنين واربعين تلاتة واربعين شعبية النادي الاهلي بالنسبة لي انا بس وكان نفسي اخد المنظر اللي انا عملته ده النهاردة كنت نفسي صوره وطلعه لحضراتكم بس بني وبينكو اتكسفت من الناس قلت بلاش لانه في الاخر ممكن الناس دي يحصل اي حاجة محدش عارف يعني اللي ممكن يحصل لكن هذه هي شعبية النادي الاهلي الفعلية 70-80% من شعبية مصر مش هقول برة مصر هي للنادي الاهلي اشتركوا في القناة